واخدنا بالنا من الملاحظة في المداحن زي ما أنت قلت أنت كل سنة بتطواروا حاجة تمام ملاحظتي إنه حسن التكنيك بتاع المؤثرات وإن الحاجات التخوف معمول بحرفية أكتر من قبل كده احكي لي بقى التطور ده جزي صرف زيت كده صرف زيت بس خلاص كنت قصدينك وتعملوا كده لأن الناس بدأت تصدق قوي عايزين ما تدحر بعض هو لازم يبقى الطريعة دي مش لازم اللي هو جب بتجبر لا هم يعني هم حق يعني أستاذ صديق يعني حابب جدا يعمل شوفوا أنت عايزين تعملوا إيه طب إحنا عايزين نعمل نغير الشركة مش بقلل من الشركة اللي كانت اللي عملت المداحة الثلاثة لا مش بقلل منها بس عايزين نعمل نيشوف كرو جديد ناس عندها برضو رؤية مختلفة بالزبط ورغم إن كل ده الشركة اللي إحنا إحنا كنا مع أكبر شركة في يعني في الوطن العربي بس إحنا برضو إحنا زنقناهم إحنا دخلنا العمل بدري المداحة ده المفروض لو عايزي تعمل صح رغم إن الحمد لله ده بركت ربنا وكرم علينا إن أطلع بالشكل الحلو ده بس عايز وقت كبير سنة على الأقل أكون مصور المشاهد وميديها للشركة أعملوا إنا الشغل إحنا بنفاجئ الناس بال بالحاجات بس غصبا عننا يعني بس هما اتفقوا فقطروا من الناس اللي معاهم اللي هو يعني بدل ما بقى مئة فارد بقى وخمسمائة فارد شغالين على المسال وده عمل فارق كبير آه الحمد لله عرفت إن أنت مكمل تصوير لحد يوم 27 رمضان دي حقيقة أم لا؟ حقيقة مع إن بدل باتر الوقت دايق جدا انت بدل باتري بي تايقلي من الأسباب برضو إن إحنا كنا بندل الجرفتس ودل عطلنا برضو حاجات تانية حصلت مع زميل معانا في المسلسل كان حصلت معه وشكلة فتعطلنا شوية حاجات كتيرة قوية ممكن تفكروا تغيروا حاجات وانتوا بتصوروا في السكريبت المكتوب لأن مسلسلات كتير بقت بتخلص تصوير متأخر وبيشوفوا نبض الشراء ده اللي حصل إحنا عندنا نجم جديد في الأسبوع الأخير وده شطان تاني ده المفروض كانت البوابة بتاعته بتتفتح من العراق ببابل وده واخدنا من القرآن الكريم ببابل هروطة وماروتف دي كانت في بابل في العراق لعينا تصريحنا وحاجاتنا عشان نعمل احنا هنخلص بعد العيد الكبير فاضطرين اللي احنا نغير الأحداث تبقى هنا موجودة بس بطريقة الحمد لله برضو الواحد بيبقى فيه ترتبات فبدل ما كنت روحت هناك طلعت لنا فكرة أعظم وأحلى وجديدة فيها نجمة برضو هيبقى معاك هو نجمة هو هو بس بدل ما الحدث في العراق وهنتعطر كتير بقى هنا في مصر بس غيرنا بطريقة تانية خالص وبقت أقوى وبقت أقوى الحمد لله